ننتقل بعد ذلك إذا بقي وقت صورة التغاب بعدها هي مدنية ولكن ليس فيها بعض الأحداث الظاهرة فلذلك سنتجاوزها تقريبا إلا ما يخص آية أو آيتين فيها ما يخص العلم بذات الصدور سبق الفئات الاجتماعية وفي آية ما أصب مصيبة وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الأمر بطاعة النبي تكرر في العهد المدني أكثر من العهد المكي لأن التفل تبدأ كأنه كلما تأخرت الصور المدنية نجد بل ربما معظم الصور المدنية نجد أوامر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها لن تأتي هذه الأوامر عبثا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعناهم وهم لا يسمعون إن شر والدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون فالأمر بالنبي وتحكيمه وكثرة في العهد المدني بشكل كبير جدا وهذا يدل على ماذا؟ الذي يأتي من فراغ يأتي من تفلتات كما رأينا في المنافقين حتى أنهم يأمرون أنه لا ينفق على من عند رسول الله ويأذون وكذا هذه المعركة الداخلية في المدينة لا نقف مع النبي عاطفيا فيها المفترض أن نقف عاطفيا وثقافيا وإيمانيا وأن نقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نهمل هذا الصراع الداخلي وهو الذي تقريبا الصراع الداخلي يعني ما غير علينا ثقافة الإسلام الأولى لم يغيرها أبو جهل ولم يغيرها مرحب اليهودي غيرها ثقافة هذه كما الله قال لهم العدو فاحذرهم الثقافة النفاقية وتشعباتها من يسمع لهم والمذبذبون والمتربصون وتشكلت ثقافة حرفت الإسلام عن مساره ولكن الانحراف انحراف في الثقافة أو في السلوك وما أشبه ذلك النبي قيمة كبيرة بالتأكيد أنه سيترك فراغا هائلا فالذين لا يرون لا يرون لأن فقد النبي ليس خسارة هذه مشكلة لا بد أن نرى بأن النبي خسارة كبيرة جدا على المستوى المعرفي على المستوى النفسي على المستوى العقلي على مستوى تدبر القرآن وتفعيله لا بد أن نتتبع هذه الخسارة التي خسرناها بوافاة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله فلا بد أن ندرس كيف والمنافقون سيكونون أمكان النفاق سيكون أمكان في أي سلطة غير سلطة النبي والقرآن ينزل أي سلطة غير سلطة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أضعف النبي أمر الله جاهد الكفار والمنافقين أمر إله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلض عليهم بعض الآيات إن شاء الله في الحلقات القادمة ترجمة نانسي قنقر